بيبدأ الفيلم مع يالن وهو رايح يسكن في مكان جديد عشان ينسحاته القديمة واخد معه صبرته الجميلة زراحة قدام البيت تان يوم الصبح بينما بيزا مراته كانت لسه بتصعى من النوم يالن راح للمدينة عشان يشتري شوية طلبات للبيت والشاب اللي هناك كان يعرفه قبل كده قاله انا لسه متجوز قريب وجايب ليه دهاب هدايا ابيعه واللي عامل في ايه فابو الشاب ده سقف على وشو شتمه وقال يالن احنا لسه ما فتحناش شوف لك محل تاني يشتري منه طلباتك من المعاملة واضح ان الحاجة واخد موقف عدائي ضد يالن وهنفهم السبب مع بعض بعد شوية يالن لما راجع للبيت مراته قالت له شفت اي حد من معارفك قالها اه ابن البقال وابوه ناس طيبين اوي وما خدوش من فلوس الحاجة هو بيحط الاكل على طربيزة قالها انت مخبية ايه ورا ظهرك فقالت له جايبالك هدايا وطلت جايباله كتاب عشان يقرأ فيه كل ما يحس انه زهان او فيه زحمة عربية مطولة سمع صوت زمارة برا فطلع لقى راجل جرهم بيقوله انا مليت الخزان بتاع كل احتياط وزرعتلك شجرة تفاحناك لان ابوك طلبها مني كتير قبل كده فالن شكره على هو عمله راجل قاله انا جبتلك معايا السلة دي مكتوب عليها اسمك مخصوص الان قاله ودي هنعمل بيها ايه فراجل قاله الاسبوع اللي جاي حاصد زيتون هنجمعه مع بعض ونعصره ونبيعه وهتاخد لك مصلحة كويسة فيه تماشي امورك لان بعد ما راجل ماشى كسر الحطب ودخل البيت لأمراته بتقوله سلمة جرتنا عزمان عندها تاني المرة اللي فاتت رحنا من غير حاجة المرة دي لازم نغدلهم عن هدايا الليها مرحتش ليه قتلوا مش عايزة اخرج وحاسة ان عايزة اسمع الاخبار وخلاص فتعة التلفزيون من هنا لقيتهم بتكلموا في الاخبار عن قضية الناس باللي كان متورط فيها يالن واخد هو مجموعة رجال اعمال 100 مليون دولار من الناس على اساس انهم هيعملهم بيهم بشغل ويزودها وللالم القضية دي بسببها يالن خسر كل فلوسه وجاي يعيش هنا في القرية البعيدة دي عشان يبعد عن كلام الناس يالن اضايق لما شاف الاخبار لكن للنساء قدرة عجيبة فيه تلطيف الاجواء عزيزة تنين السنجل الباقس مراته بيزاريتلو احنا هنا عشان نبدأ من جديد ومتفكرش في اي حاجة غير ان هنا نعيش حياتنا مع بعض عد الوقت ويالن نازل المدينة عشان يجيب هدية لجرته مسلمة دخل لمحل خردة كده ملقاش حد فيه في البداية ولكن بعد شوية ظهر واحد بين في وشه انه شخص مش طبيعي يالن قاله انا كنت بتفرج له في حاجة عجباني فرجل قاله اتفرج براحتك ممكن تاخدوا المغناطيس ده فرجل قاله لأ انا عايز هدية تكون مختلفة قاله طيب خدت مثل ارستو فيالن قاله لأ برضو مش دل في دماغي انت ممكن ترتاح في اي جنب لحد ما اختر حاجة واقولك عليها فرجل قاله في ناس كتير بتبقى لابسة لبس نازيه زيك ولكنهم للأسف بيبقوا حرمية بيسرق الحاجات من معرض اخويا والموضوع بيوصل لاني امد ايدي عليهم وشرطة الدخل عشان كده انا بفضل اني اكون واقف مع الزبون للاخر عشان نمنع السرقة يالن قاله كل ده بيحصل هنا فرجل قاله تخيل في ناس غبية بتيجي هنا تسرق مغناطيس انا دايما بقول لاخويا لما تيجي تسرق اسرق حاجة على الايمة احنا لازم نقتني بمحترف زيك بيسرق مئة مليون يورو من شانه وتعبنا وبكل بجاحة بتتماشى بنا كأنك ما عملتش اي حاجة وهب الراجل هجم على يالن وفضل يخنق فيه ولكن بعد شوية دفاعنا النفسي يالن قدر يفك نفسه من الحبل الراجل حاول يخلص عليه بحيطة فخار فيلن عضه في ايده وبدل ما يسيبه ويمشي ضربه بتمثال ارسته على دماغه الراجل وقع فاقد الوعي تماما ويالن مش عارف ايه المصيبة اللي هو عملها دي خصوصا انه جي للمكان هربان من مصيبة تانية جار كان مترب عربيته ولكنه قرر يرجع يتأكد الراجل حيث انتهت ولا لسعيش ولما تأكد ان زبون خلاص راح اللفه هو والادلة في السجادة وهرب بيلي الغابة فضل يجري بعربيته من مكان لما كان في الغابة بعيد عن عيون الناس تماما لحد موصل لمكان البيت جدا سحب فيه الجصة بالادلة اللي معاه ورماه في حفرة ورجع جري للبيت اول ما دخل البيت دخل على الحمام على طول عشان يمحي اي علامة في جسمه اللي حصل مرة تقولت له جبت الهدية معاك فقال لها اي واجبتها يا حبابتي راحوا لعزوم تجارتها وهناك كان في واحد خبير تاريخي كان بيكلمه عن الزكاة في الحروب قال لهم زمان كان في شخص بيشتغل في بنكه وعقيته فازة جدا لما قرر يهاجم ارضه ياخدها سل في الجيش بتاعه فلوس لحد ما بقوا مش قادرين يسدده الديون اللي عليهم فالدول الارض ما كان الفلوس ونجح ان يوصل اللي هو عايزه من غير ما احصله وخربوش حتى الرجل المحترم ده اول حاج عمله جاب ارسته اعظم فلسفة العالم يعمل مدرسة هنا ومن وقتها ومدينتنا باتعملة زي المغناطيس ومعروفة بانها دايما بتجزب العقليات النجحة والمثقافة زي ضفن النهار ده يالن يالن ما كانش عارف يرد على الكلام الترحيب ازاي وسلمة كان عينيها منه فقالت له هيا يالن ثاني يوم وهو قاعد مكتعب بيفكر في المصيبة اللي عملها سمع صوت الباب يخبط فاتخض مراته طلعت من صوت خبط الباب وهي بتقوله انت ما فتحتش لي اجاد عنت وهو لما سمع صوت سلمة ارتاح لانه كان خايف الحكومة تكون عارفة اللي هو عامله قالوله يالله عشان نخرج مع بعض فقاللهم روح انتوا انا مليش مزاج النهار ده سلمة قالت له انا عامل اخروج حلوة فمن تكسفنيش بقى ويالن راح معهم عادي وهم في الطريق سلمة قالت لمراته هو المطبخ بتاعك زي عندي في حشرات ولا لأ ويزا قالت لها لأ ما عندناش حشرات فسلمة قالت لها يا بغتك ان الحشرات مجنينني في الحمام والمطبخ الحياة في الطبيعة حلوة وكل حاجة بس موضوع الحشرات ده لا يطاق بصراحة وبينما هم بيتكلموا في اكتر من موضوع يالن كان سرحان في المصيبة اللي عملها في طريقهم قبله راجل واقف بيبيع خرفين وده كان اسقاط على الناس اللي هو نصب عليهم قبل كده بيزا لما لقيته شارد قالت له هو في حاجة حصلت معاك هلا هلا انا تعبان شوية بس النهار ده سلمة وصحبتها قالت لهم يلا يا جماعة عشان ما نتأخرشه بيزا قالت له يلا الهوى النظيف هيخليك تتحسن تأثر يالن بالتفكير واللي بيدور في دماغه كان واضح عليه الشرطي جاي يفتش في العربية بتاعت صاحبة سلمة لما شفهم جايين استقبلهم قال لي يالن ما سنعت ليش فرصة ارحب بيك قبل كده في بلدك الجديدة عزيزي يالن الاخير عرفه على مرته بيزا فالشرطي رحب بيها وسأل يالن لو بيعرف الصد ولا لأ يالن قال له ما عنديش فكرة كبيرة عن الصيد فالشرطي يستأذن الستات يتمشى مع يالن لوحدهم مرته قالت لشرطي بس جوزي تعبان شوية فييلن قال لها ما فيش مشكلة انا بقيت احسن دلوقتي خديهم وروحي وانا هاجي وراكي وهنا نظرت الشرطي اتغيرت واللي يالن تعالى اتمشى معي شوية لهو ولا مرته كان مرتحين لموضوع الشرطي ده ويالن كان مرعوب من جوها فشرطي قال له في واحد بيشتغل في محل خردة بتاع اخوه مختفي بقاله يومين كلمنا امه قالت مرحش عندها وفي الناس بيقولوا انهم شافوا عربيتك هناك اخر مرة كان في المحل انت روحت هناك فعلا فييلن قال له ايوه رحت بعد الظهر اجي بهدية فما اجبنيش حاجة ومشيت وشرطي قال له ما حصلش اي مشاكل بينك وبينه فييلن قال له لا ما حصلش حاجة وشرطي ولع سجارة وقال له انت ازيت ناس كتير قبل كده يا يالن مش كده فييلن قال له حصل وشرطي قال له اخدت فلوسهم وقلت لهم هترجحها ثلاث اضعاف ودحكت عليهم كلهم وعشان اكون صريح معاك انا واحد من اللي انت غفلتهم وبيعت عربيتي وديت فلوسها لشركة بتاعتك لما ييلن توطر قال له ما تخافش في ناس كتير يتمنوا انه حتك تنتهي الرجل اللي اختفى ده كمان الفلوس اللي كان محوشها لعازة امه ودها لشركة بتاعتك عشان كده بسألك لو حصل بينكم مشكلة لما شافك فلن قال له ما حصلش بينه وبينه حاجة الشرطي قال له ما تقول لي كده فلت ازاي من القضية وخرجت بعد عشر ايام بس من السجن ييلن قال له كان معايا شركة لابسهما القضية وانا تعاونت مع المدعي العام الشرطي قال له يعني مش بس نصاب انت كمان بتخبص على اللي بيشتغلوا معاك ده انت بني ادم خبيس جدا يا اخي انت هتبضل خايف طول عمرك لان الكل عايز يخلص عليك وانا مش عارف مين اللي هعملها بصراحة لكن اوعدك لما ده يحصل هكون حريص انه يفلت منها لانك تستهل الدهس تحت الرجلين على انت عملته في حياتك انا ممكن اخلص عليك ورميك هنا لكن انا عايزك تعيش مرعوب شوية قبل ما هاتك تنتهي كلام الشرطي كان تهديد صريح وبين ان حتى الشرطة مش هتكون في صفه لو حصل مع حاجة يلن رجع من برع المغزن على طول يدور على اي اسلاح يكون معاي دافع بي عن نفسه لسه بيفتح الباب مراته قالت له انت كنت فين قلقتني عليك يلن خب البلطة صغيرة في الكم بتاعه وقال لها انا تمام ما فيش حاجة عشان تقلعي قالت له هو الشرطي ده كان عايز منك ايه فقال لها كان بيوريني المكان عادي وطلب منها تدخل جوه وقضى ليلة بيبكي مش عارف ينام من الخوف صاحب الليل وراح لمكان جوزة الشخص اللي خلص عليه عشان ينقلها في مكان ابعد ثاني يوم الصبح مراته قالت له انا عايز اعرف اللي بيحصل قال لها قلت لك لفينة في المدينة بعربة الشرطي ما حصلش حاجة مراته قالت له انا حاسة اني في حاجة انت ليه بتخبي عني يا يلن انت وعاتيني قبل كده انك لا تكذب ولا هتخبي عني حاجة قال لها انا مش مخبي حاجة فسألته انت متأكد قال لها ايوة مفيش حاجة قلت له خلاص انا مخنوقة واخرك شوية فقال لها طيب ما تخليك هنا نقعد مع بعض قلت له هو الشرطي قالك تبضل في البيت وحزرك من حاجة ولا ايه قال لها لا ما قالش كده قلت له خلاص حس كده بقى انا خرج اشمها وعشان اتخنقت من البيت يلن اتصل بالمحامي بتاعه فيديو كول وقال له انا عاوز اقولك على حاجة حصلت من يومين وهو على اعتاب انه يقوله انه خلص على واحد ورما في الغابة رجع في كلامه وقال له هبقولك على حصل بعديل لما تكون في مكان هدي لوحدك المحامي قال له تمام بس لازم اعرفك كلام المدعي العام النهاردة الراجل فرحان بتعاوننا معه بس لو حصلت منك اي مخالفات مهما كانت عبيطة هتلبس اسود في القضية دي يلن متوتر رجع للشرب تاني ولسان حالو بيقول كويس اني ما قلتش عن مصيبة اللي انا عملتها يلن بالليل سمع صوت فاخذ النبوت بتاعه وخرج يشوفه ايه برة لقى واحد خيلع شجرة التفاح من مكانها ودي دلالة على عدم الترحيب بص هنا وهنا لاحظ ان البابة مفتوحة ومحطوط قدامها سلة بتاعته مكتوب عليها الراجل الخبيس فتح السلة لقى جواها حية متخلص عليها وما بقاش عارف مين اللي بيعمل مع كده صحة يوم لقى نفسه نايم على الكنبة برة وماسك فيدو البلطة وفضل يلن بيلف على نفسه يمن وشماله ومتوتر ومش عارف يتصرف ازاي يشرب ويتخيل نفسه ويدافع ازاي على نفسه بالبلطة الصغيرة اللي معاه ويجرب السكينة هتنفع ولا لأه وحالته النفسية في منتلق الحضار لدرجة انه استخبى من شخص دخل للبيت وفضل ماشي وراه لحد ما نزل للدور اللي تحت واول ما شافه طلعه هو هو نفس الشخص اللي خلص عليه ورام جوسته في الغابة كأن تقنيب الضمير بيعقب افكاره في يوم مراته راحت للمينة تغير جوه قبلت هناك سلمة جرتهم سألتها انت بتعملي اينا يا بنت قلبي وقعدوا مع بعض قعد ستاتي يلن مال جارك الميا بينما مراته كانت بتولع سجارة وبتقول لي سلمة انا كنت شغالة في بنك على فكرة بس كرا تكوني بضيع سنين من حياتي بين اربع جدران في وظيفة مستقبلة ملوش ملامح الحياة هن هادئة بعيدا عن دوشة التعامل مع الفلوس فسلمة قلت لها انت مرتاحة للحياة هن فعلا بيزة قالت لها انا كنت عايزة اي مكان عيش فيه انا ويالن جزء لوحدنا سلمة قلت لها طيب هو هيقدر عيش هنا بيزة قالت لها يالن يقدر يعيش في اي مكان وتحت اي ظروف المحامي بتاع يالن بعات له صورة واحد من ضحايا النصب مولع في نفسه قدام الشركة وبيقول له ما تردش على اي اتصالات لما رجع بالمية للبيت مراته قلت له ارايك في شعري لسه اصل نهاردة قال لها زي الامر يا حبيبتي ورح شايلها هي والمية وهموم الطين على دماغه ودخله جوه بعد ما نامت خرج برا سمع رسالة صوتية من الشرطي بطلب منه فيها يروح للإسم يقول اقواله في اختفاء صاحب معرض الخردة فرح للغابة ولع في الهدوم اللي كان لابسها يومها ورجع للبيت جاره بتاع التاريخ وارسته والهجس ده كان صحرا معاه قال له انت مخطط ليه في اللي جاي قال له خطة الايه فقال له انا عارف ان دماغك شغال ما بتنابش لو في خطة تعملها عرفني عشان اكون معك فيها انا مش عايزك تحسب الندم او تقنيب الضمير على لسه سمارو فلوسهم معاك وخسروا ورجعوا بعد كده خلاصوا على نفسهم ده كان شغل وسه سمارو وخسروا والناس دي هي اللي جاشع عشان ما بتتقبلش الخسارة عايزين فلوس جاهزها من غير لريسك ولا خسائر وده عمرو ما كان بيحصل انت مخدتش فلوس من حد غصب عنه هم اللي الدوكوا الفلوس بنفسهم في الوقت ده اهل القرية كانوا بيتفرجوا على اخبار الشخص اللي ولع في نفسه بسبب نص بشركة ييلن والاسوى ان الاخبار بتقول ان الضحية كان مدرس وصب وراءه ارمالا ومعها ولد عنده تلات سنين ييلن تاريوم هو بيتماشى على البحر مهموم ومتنكد من عشته السودة قعد على جنب يستريح من المشي ويسمع رد المحامي على كام سؤال بعطوله المحامي قال له احنا مش هينفع نعرف مين البلغ عنك وموضوع السفر مينفعش نسأل فيه خالص لان دامش في صالح مقفنا في القضية سبني اتعامل مع القضية الطريتي وبطل تزعجني باتصالاتك واسئلتك الغريبة وهو قاعد في امان اللاج شخص من وراه كان عايز يغبطه بالكوريك على دماغه وعمل يقول له انت دمرتنا فضل يهجمه شوية ويجري وراه لحد ميرين فقد سيطرته على اعصابه وخنأه لحد ما خلص عليه فضل يسرخ ويقول الحقونة يا ناس الحقونة الراجل جات له نوبة قلبية الحقونة ولما تأكد ان المكان مفوش شاهد عليهم اخد الزبون المليان شوية ده وطلع الغابة فضل يجرجر فيه لحد ما لاحظ ان في ناس بدت تتجمع ويبصوا عليه المجموعة دول كان معهم صياد بيوصلهم لمركب عشان يهجروا هجرة غير شرعية في الوقت ده كانت مراته في الكافي مع سلمة بتقول لها جوزي هلن عمره مع عرفه وعايز ايه هو دايما عايز ياخد كل حاجة ودين مشكلتي معها لاني مش محتاجي غير فرصة تانية لحيا جديدة ييلن دفن البرميل الجديد مع الزبون اللي قبله بينما مراته بتحكي لسلمة انها مش عايزة غير حياة بسلامه راحة راجعت للبيت لقيت ييلن منهار نفسيا وبيبكي عشان الراجل كان وزنه تقيل وتعب ظهره من الشيله لحط كان يوم الصبح كان بياخد دش فجات له رسالة من المحامي بيقوله مش هينفع نعرف مين اللي بلغ عنك عشان هو شاعد سري بلاته شافت الرسالة قبل ما هو يشوفها وكانت بترأي بردت فعله على كلام المحامي وهي بتشرب سجارتها ييلن بعد الفطار راح يدور في المين لحد ما لقى الولد اللي شافه بالليل مع مجموعة الناس بيهربوا من البلد قال له ممكن نتكلم شوية فقال له تعالى للمركب فييلن سأله انت تعرفني ولا لا الولد قال له لا ما عرفكش بصراحة انت كنت بتعمل ايه في الجبل انبارح قال له ما كنتش بعمل حاجة ومحتاج مساعدتك تنقلني لنحية تانية من الشط فطلع وقال له بننقل الرجالة بس ونكشلن عشان ينطى بحرف لكن ييلن ما كلموش ييلن قال للشاب انا معايا عربية غالية لو فاتت تنقلني لنحية تانية هدهلك فالشاب ما ردش عليه قبل ممشي شاب قال له تعالى بكرة الفجر عند الشط واتسيب مفاتيح عربيتك معايا قبل ما نتحرك من هنا ييلن رجل البيت وهاتك يا غسيل في العربية ومتوتر بشكل مش طبيعي وهزت رجله دي واترتني انا كمان وهم بيحضروا مناسبة كده فيها موسيقار وفرقة ييلن اعتذر عشان يروح للحمام قعد لوحده شوية يفكر في المستابل المجهول اللي بيستناه بعد ما يروح لليونان لما رح للحمام شاف راجل غليز ييلن قلق منه وكان عنده حق لانه رفع للمسدس وحسن الحظ ما كانش فيه طلقاته بعد مشدة قوية ييلن اخذ من المسدس وفضل يضربه على دماغه لحد ما خلص عليه سحب جسطه لحد برمية مقفول ورمى جوه وقفع عليه في غفلة من كل الناس المشغولة في الحفلة لما رجعوا اهل امرأته وهم في العربية انزلوا يحضرين لنا شنطة سفر عشان هنمشي من هنا قلقوا شنطة ايه وهنروح فين يا ييلن فالله انا لو فضلت هنا يخلصوا علي قلقوا هم مين دول فالله كل الناس اللي هنا فسألته حد هددك وقالك حاجة اللي سيق فيي انا عارف اللي يحصل لو فضلنا هنا قلقوا نبلغ الشرطة قال لها حتى الشرطة عايزاني انتهي يا بيزا انتي مش فهم اي حاجة قلقوا لما كنت في الحمام في واحد رفع علي مسدس وعربت منه بصعوبة وكل اللي هنا عايزين نهايتي ييلن قلع صبارة من مكانها وطلع من تحتها سندوق لما دخل جوه قالت له احنا نعمل دلوقتي فالله انا تفقت مع ناس هتودين لليونان الساعة خمسة الصبحة قلقوا هنعيش ازاي هناك احنا هنا عايشين بالفلوس الاوليلة اللي بيبعتها ابوه كل اخر شهر فراح فاتح شنطة العدة وطلع مخبي فيها مليون يورو طول الفترة اللي فاتت والله معانا فلوس تعيشنا هناك مراته تصدمت من اللي هي شايفاه وسابته وراح تشرب صجارة قال لها انا اسف اني خبيت عنك الفلوس بس ده مش وقت اللي انت بتعمليه ده احنا لازم نهرب من هنا قلقوا لو ما كانش حد رفع عليك مسدس النهاردة كان زماني زي الهاطلة معرفش انك مخبي مليون يورو في شنطة العدة الفلوس دي مش بتاعتك ييلن ما تقوليش انها فلوسك بالمناسبة انا اللي سلمتك للمدعي العام وبلغت عنك قال لها مش وقت الهبل اللي انت بتقولي ده احنا لازم نمشي من هنا قلت له ده مش هبل دي حقيقة انا اللي بلغت عنك وسلمتك للمدعي العام قال لها يعني انت اللي دخلتيني السجن يا بيزا قال لها ايوة انا يا ييلن قال لها انت مستحيل تكوني بتحبيني زي ما بتقولي قال لها انت سامع نفسك بتقول ايه انا خسرت اهلي وحتى اخوي قطعني بسبب اني رفضت انفصل عنك فالله انت سلمتيني ليه؟ قالت له كنت عايزك تتغير ونعيش حياك ويسع بعيد عن النصب والقرف قالت له طيب لو ما كنتش قدرت تخرج من السجن قالت له كنت سنك سنين لحد ما تخرج لاني بحبك وعايزة يعيش حياك ويسع معاك قالت له يعني انت دخلتيني للسجن وكنت عايزة تستنيني لحد ما اخرج ونعيش حينضيفها مع بعض قالت له بالضبط كده فالله انت اكيد مختلة قالت له لا المختل هو اللي يخبي فلوس سريعها من الناس انت بمجرد ما حسيت بالخوف على نفسها خارجتي الفلوس انت محترمتش انه حتى بعد ما كل الناس اتخلت عنك وانا الوحدي فضلت جنبك وبرضو فضلت تكذب وتخبي علي جيت للمكان المعافن ده على امل انك هتتغير وتبطل تخدعني لكن خدعتيني تاني يا يالن انا كنت جاية هنا عشان استقر معاك فحي جديدة لكن انت كنت جاية تستخب من الناس الفلوس اللي معاك دي هتروح للمدعي العام فالله انت كمان زي على فكرة امرأة قلت له انا عمري ما كنت زيك قال لها اول يوم ليه في السجن قررت تتوبط غير عشانك فالله كل ده كان كلام زي اي كلام فاضي بتقوله قال لها انا كنت هنا عشان اكون انسان مختلف لكن واضح اني فشلت وانت هتبلغي عني تاني لو ما سبتكيش تاخدي الفلوس قلت له انا مش عارفة ايه اللي خلاني اوف جنبك كل ده وحاول انقذك من اللي انت بتعمله قالت له يوم ما تقابض عليك قلت النفسي يمكن لو ما كنتيش قابلتي اساسا كانت حياتك هتبقى احسن دلوقتي يالين رزعها على دماغها بالشاكوش في لحظة غضب واخلص عليها وقال لها انا كنت افضل انك تخنيني مع راجل على انك تسلمي سروتي للحكومة كلها بعد شوية ادارك اللي هو عمله وبقى بتمنى انها تقف على رجلها تاني لكن خلاص اللي حصل حصل حرق الكتاب اللي كانت جايبه الهدية وحفر ودفنها تحت الصبارة بتاعته في لوقت ده كان بتوع المركب مستنيين ولكنه غير الخطة تماما راح له دم المحال اللي كان فيه في اول الفيلم وسب لهم السلة بتاعته زي ما سابوه قدام بيته الولد اللي هناك اتصل بالشرطي وفتحوا السلة واتفجوا ان يالين رجع لهم فلسهم كلها بعد كم ساعة الشرطي راح له البيت وهو بيشرب اهواته النزيه على الفطار الشرطي قال له سجن صعب بالذات على زيك اللي كان عايش برا زي ما هو عايز معظم الاغنية اللي دخلوا ما كملوش يوم وخلاصوا على نفسهم عشان كده اتفجأت انه كملت عشر ايام في السجن فكر الواد بتاع معرض الخرد اللي كان مفقود الواد ده شكله سافر لليونان عن طري البحر وفي واحد كمان برميل كده شكله هو كمان هرب لليونان مع المركب بالليل كلام الشرطي كان كأنه عارف ان يالين هو اللي خلص عليهم وتفهم برضو انه ممكن يالين اتفق مع بتاع المركب يعودوا الجسس يرموها قريب من اليونان مثلا المهم ان جران يالين جوم بيصبحوا عليه وجاب له معهم فطار ما هو ادهم فلوسهم خلاص سلمة جات سالت عن مراته فقال لها سابتني ومشي فلت له عادي ولا يهمك انا روح اعملك احلى فطار دلوقتي جابت لهم الفطار وقالت لي يالين ارايك نخرج مع بعض شوية النهاردة العسكري اللي مع شرطي جاب له سلة بتاعته المراتي مع دلين الاسم بدل الرجل الخبيث كان بين يالين بي شهين باشا بص يالين ناحة شبك وتخيل مراته بتبص عليه و هي راضية بعد ما رجع للناس فلوسها و دي كانت ناية الفيلم اكتر حاجة صريحة في الفيلم ده هو نظرة الناس للفلوس الفلوس قدرة تخلي اللي بيحتقرك يحترمك اللي بيكرهك يحبك ويقرب منك عادي وضيف على ان اللي مش متقابل وجودك بيتحول لارة بشخص بيدافع عنك قدام الناس كلهم بلا استثناء و خلال ساعات معاملتهم ليالين اتغيرت لمجرد انهم اخدوا الفلوس مع العلم انها ممكن ما تكونش فلوسهم هما و فلوس ناس تانية اساسا بس على رأي الليمبي 8 جيجا احطي ايدي بقوهم عشان ابقى اهمهم سؤال الفيديو شركة حياتك تخونك مع شخص تاني ولا تخونك وتبلغ عنك فتخسر 100 مليون يورو وإذا نراكم في تعليقات خلينا نتخانق في الفلوس وعلى الفلوس وللفلوس الفيلم ده من طلخيس كرم خير الله هتلاقوا لينك القناة بتاعته في تعليل المسابقة تشتركوا فيها كان معكم اخوكم محمد الشامي زعيم نقابة معك شمتين جنيه سلف لاخر الشهر من قناتكم بيت التنين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته